موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الجديد الوصايا العشر في صورة الأنعام طبعا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ندخلوا باب الوصايا ونبدأ إن شاء الله تعالى بالوصية الأولى وهي الوصية التي قال الله تعالى فيها لا تشركوا به شيئا قل تعالى وَاتُّمَ حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا كلمة أن هنا في الآية تفسيرية بمعنى أن هذه الأمور التي حرمها الله عز وجل هي التي ستتلى عليكم ثم ذكرها الله عز وجل وابتدأ بهذه الوصية الأولى وهي النهي عن الشرك بالله تعالى أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا فأول وصية يوصي بها الله عز وجل عبادة في هذه الآيات هي عدم الوقوع في الشرك والإشراك به سبحانه وتعالى طبعا من خلال ما نلتمسه ونستنبطه ونستنتجه من هذه الآيات أو من هذه الوصية الأولى هو أن إصلاح العقائد مفتاح الإصلاح في العاجل ومفتاح الفلاح في الآجل أعيد من بين ما نستنبطه أن إصلاح العقائد هو مفتاح الإصلاح في العاجل أي في الدنيا ومفتاح الفلاح في الآجل كيف ذلك؟ الله عز وجل بدأ في وصيته الأولى وقبل أن يذكر بقية الوصايا بدأ بالنهي عن الشرك بالله تعالى بمعنى يريد من عباده أن تصلح عقائدهم وأن تسوى ما يعتقدونه في قلوبهم يريد الله عز وجل بهم ذلك فهذا يدل على أن البداءة ينبغي أن تكون بإصلاح العقائد فإصلاح العقائد قبل كل إصلاح آخر هذا نستفيده من سيرة المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بدأ دعوته وإصلاحه للعالم أجمع بدأ بإصلاح العقائد حيث ظل مدة عشر سنوات كاملة لا يدعو إلا إلى إصلاح العقائد وتوحيد عبادة الله تعالى ونبد الشرك بالله تعالى وبعد أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم وشرعة الأحكام ظل صلوات الله وسلامه عليه واستمر وواصل إصلاحه للعقائد وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن تصلح عقائدهم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة رضي الله عنها يحذر أمته بمعنى يحذر أمته أن تفعل ما فعلته اليهود والنصارى بأنبيائها فيمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حمى أمته من الشرك بل حمى أمته من أن تقع فيما نهاها الله عز وجل عنه من الشرك بالله تعالى أيضا لنا في بلادنا الحبيب الجزائر قدوة أيضا آخر نقتدي به وهو زعيم أو رائد المصلحين في العصر الحديث في الجزائر أقصد به العلامة الشيخ الإمام العبد الحمد بن باديس رحمه الله تعالى ورفقائه رفقاء الضرب ورفقاء الإصلاح كالبشير الإبراهيمي والعربي التبسي والمبارك الميلي وغيرهم من علماء الجزائر الذين ابتدأوا طريق إصلاحهم بإصلاح العقائد بدأوا بإصلاح العقائد لأنهم كانوا متيقنين وجازمين وعالمين بأن ما وقع لأبناء الجزائر ولشعب الجزائر من الاستدمار والاستعمار والنكال والفساد وغير ذلك ما هو إلا نتيجة لفساد في العقائد فالباب والسبيل الذي يتيح لهذا الشعب أن يقوم من كبوته وأن يبعث أيضا أن تبعث حياته من جديد هو إصلاح العقائد فبدأوا رحمهم الله تعالى بإصلاح العقائد وقد اقتدوا رحمهم الله تعالى بذلك بخير أسوة وخير قدوة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من بينما يفيده أو تفيده البداءة بالنهي عن الشرك بالله تعالى هو أن تحقيق التوحيد هو باب قبول الأعمال الصالحة وبعبارة أخرى قبول الأعمال الصالحة مرتبط ومعلق ومنوط بتحقيق توحيد عبادة الله تعالى كيف ذلك؟ العلماء يقولون بأن الشرك بالله تعالى هو ربما مثاله وشبهه بالحدث الحدث الذي يفسد الوضوء فكما أن الله تعالى لا يقبل صلاة بدون وضوء فهو سبحانه وتعالى أيضا لا يقبل عملا صالحا إذا كان صاحبه مشركا بالله تعالى فتحقيق التوحيد هو باب قبول الأعمال الصالحة أيضا من بينما يستفاد هنا في البداءة بالنهي عن الشرك بالله تعالى أن أعظم الذنوب والمعاصي والأوزار والجرائم هو الوقوع في الشرك بالله تعالى ولذلك بدأ الله عز وجل بنهي عباده عنه وأيضا ابتدأ به في آيات أخرى دونكم مثلا في صورة النساء يقول الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وما يعرف عند العلماء والمفسرين بآية الحقوق العشرة وأيضا في صورة الإصراء يقول الله تعالى لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالولد إحسانا ثم ذكر مجموعة من الآداب والأعمال التي ينبغي أن يمتثلها المؤمنون ثم ختم تلك الآداب والأعمال بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إله ناخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فابتدأ بالنهي عن الشرك وختم الآيات بالنهي عن الشرك هذا يدلك على أن ابتعاد المؤمن عن الشرك بالله تعالى يعتبر من أعظم الأعمال الصالحة بل هو باب قبول الأعمال الصالحة طبعا بالمناسبة طبعا أذكر هنا فائدة تعلق بتلاوة القرآن الكريم خاصة أثناء الصلاة هذا بالنسبة للأئمة أو من يصلي بالناس فأنصحوا نفسي وإخواني بأنهم إذا كانوا بصدد قراءة هذه الآيات من صورة الإسراء التي ذكرتها لكم طبعا الربع ربع الحزب هذا اللي هو حزب بداية صورة الإسراء يبدأ من قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَاهَ طبعا هذه الأرباع والأنصاف والأثمان وغير ذلك والأحزاب هي اجتهاد من الإمام أبي جمعة الهبطي رحمه الله تعالى طبعا هذه الأنصاف والأربع بمعنى هذه التحديدات بالنسبة لمقاطع القرآن الكريم يمكن أن يقال فيها بأن الإمام أبي جمعة الهبطي رحمه الله تعالى إنما فعلها بقصد الإعانة على حفظ كلام رب العالمين لأنك عندما تقرأ مثلا ولا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخذولا في نهاية الربع تبتدئ به وقضى ربك أنت عندك ربط بين النهي عن الشرك وبين الأمر بعبادة الله تعالى فذينك يستحضر هذه المعاني فيحفظ بإذن الله تعالى الجمع بين نهاية الربع وبداية الربع الذي يليه هذا فيما يخص الحفظ أما في تلاوة القرآن الكريم أثناء الصلاة فالأفضل والأحسن أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن في صلاته وخاصة في صلاة التراويح فالأفضل له أن يبدأ الآيات بقوله تعالى لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه لينهي الآيات عند قوله تعالى ولا تجعل مع الله إله ناخر فتلقى في جهنم منوما مدحورا لارتباط هذه الأعمال والآداب كلها بعضه ببعض هذا طبعا فائدة فيما يخص تلاوة القرآن الكريم أنتقلوا مع حضراتكم من هذه الفائدة وهي أن أكبر الظنوب والمعاصي هو الشرك بالله تعالى لأن تقل إلى فائدة أخرى تتعلق بفقه الدعوة إلى الله تعالى هذه الفائدة المستنبطة أو المستنتجة من هذه الوصايا أو من هذه الوصية الأولى هي مراعاة الأولويات في دعوة الخلق إلى الله تعالى كيف ذلك؟ أن الله عز وجل سبحانه وتعالى بدأ الوصية بأعظم الذنوب ثم انتقل إلى التي تليها طبعا هذا لا يمكن أن يمر هكذا علينا مرورا عابرا كما يقول المرور الكرام وإنما لابد أن نقف عنده وأن نحط المطايا كما يقولون طبعا في دعوتك إلى الله تعالى ينبغي أن تراعي أحوال من تدعو إليه بمعنى إنسان مثلا أردت أن تدعوه إلى طريق الله المستقيم مثلا هو ما كانش يصلي وكان يشرب الدخان أكرمكم الله تعالى الآن فقه الدعوة يقتضي منك أولا أن تأمره بأداء الصلاة بإقام الصلاة ما يصليش ثم بعد ذلك تنتقل معه تدريجيا إلى أن تأمره بالانتهاء عن شرب الدخان لا ينبغي لك وأنت تدعو إلى الله تعالى أن تبدأ بنهيه عن شرب الدخان والحال أنه لا يصلي طبعا انقله من شيء أهم إلى المهم معنى ابدأ معه بالأهم لتنتقل معه إلى المهم هذا لا يعني أنك تقول له شرب الدخان جائز لا هذا الشيء وهذا الشيء تحيل الحرم شيء والتدرج في الدعوة إلى الله تعالى شيء آخر وقد خلط بين المقامين كثير ممن نصب نفسه للدعوة إلى الله تعالى فلم يفلح ولم يصب مثلا إنسان مثلا مثلا آخر تجدوه ربما مثلا يشرب الخمر ويشرك بالله تعالى مثلا ربما يقصد وضريحا يدعوه من دون الله تعالى يذبح لغير الله تعالى ينذر لغير الله تعالى أول ما تبدأ معه تنهاه عن ماذا؟ عن الوقوع في الشرك بالله تعالى ثم تنتقل معه إلى الأمور التي تلي ذلك في الفضاعة والشناعة والجرم ومن الأمور العملية في هذا الباب أن شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله تعالى مر مع تلامذته على قوم من المغول وهم يشربون الخمر أراد بعض تلامذته أن ينهاهم فماذا فعل شيخ الإسلام؟ نهو عن ذلك قال لا تنهوهم عن شربي الخمر فهم استعظموا هذا قالوا كيف؟ هذه ليست من عادتك تتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقال لهم هؤلاء لو تركوا الشرب لا انقضوا على المسلمين بالقتل والتقتيل والإرهاب نتركهم في شربهم هذا يكون أهوى من أن نكفهم عن الشرب فينتقلوا إلى ما هو أعظم وأفضع وأشنع منه هذا من باب الفقه في الدعوة إلى الله تعالى نواصل بقية كلامنا عن هذه الوصية الأولى وهي الابتعاد والاجتناب الوقوعي في الشرك بالله تعالى ولكن في الحلقة القادمة انقدر الله اللقاء والبقاء سألوا الله تعالى أن ينفعني وإياكم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القولة ويتبعون أحسنه سألوا الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة